تنطلق غدا وعلى مدار يومين فعاليات النسخة السابعة من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجيجيسو بنادي شباب الأهلي في دبيبي بشركة مختلف الأندية المحلية ونخبة من الأبطال المصنفين على مستوى الدولة وتستقضب البطولة مشاركة لافتة من مختلف الأندية وأبرز أبطال الجيجيسو في الدولة في ظل ما تتمتع به من مكانة مميزة ضمن أجندس البطولات المحلية التي ينظمها اتحاد اللعبة وتشهد البطولة منافسات قوية في فئات الكبار والشباب تحت 18 عاما والناشئين تحت 16 عاما والأشبال تحت 14 عاما وتتصدر بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجيجيسو بجانب بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس أم الإمارات للجيجيسو قائمة البطولات المحلية التي تحظى بمكانة غالية وتقام غدا منافسات المرحلة التأهيلية على أن تستأنف يوم الأحد بنزالات المرحلة النهائية وتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى